موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الجزء الثاني من شابتر 2 اللي هو بحكي عن الموليكولاريتي عن order of reaction طبعاً اللي بدك تعرفه إنه الموليكولاريتي هي عدد المواد أو الموليكول اللي بتدخل بالتفاعل كيف يعني؟ يعني أنا تفعلت عندي مثلاً مادة A زائد B أعطتني مادة D كم عدد المواد اللي تفاعلت؟ كم عدد المواد اللي تفاعلت؟ اللي هم A زائد B اللي هم اثنان الموليكولاريتي بتسوي اثنان يعني هم رقم يهي بحكي عن الموليكولاريتي وفنان المادة الـ reaction is the number of molecules involved in the reaction and this has been found to have the values of 1, 2 or occasionally 3 يعني بالعادة بتكون التفاعلات بين المادتين A زائد B وفي بعض الأحيان بتكون فيه برضو مادة C يعني مثلاً بصير لك A زائد B زائد C بتعطيني شو اسمه؟ يعني التفاعل يعني مثلاً تتفاعلت عندك مادتين بتحكي موليكولاريتي 2 تتفاعلت عندك فرث مواد تكتب موليكولاريتي 3 ممكن مادة واحدة تتفاعل حالها ممكن موليكولاريتي تكون واحد يعني المادة الحالة بتحول مع الزمن بتصير بي الموليكولاريتي في هاي الحالة بتكون واحد حساً الـ rate of reaction راح نضيف له حد جديد اللي هو order of reaction هذو ما كان مكتوب قبل اللي هم A الـ coefficient A و الـ coefficient B هذول ما كان مكتوبات قبل اللي بدك تعرفوا انه هذا اسمه order of reaction اوكي و الـ order of reaction هاي يبحث لك each reactant contributes to the speed of the reaction by a factor known as the reaction order يعني كلما كان الـ reaction order أكبر كلما انه هاي المادة أثرت أكثر بالتفاعل أو بسرعة حدوث التفاعل تمام؟ الـ order of reaction تاع المعادلة مثلاً كيف يعني؟ كيف يعني؟ خلينا نأخذ مثال سريع سريع يعني مثلاً كان عندك A A كان عندك A زائد B او زائد 2B اعطتني المادة D كيف الـ order of reaction؟ بتروح بتقولي الـ coefficient A 1 و الـ coefficient B 2 معتوه order of reaction ثلاث مثلاً كان عندك 2 مول من المادة A 2 مول من المادة B اعطتني المادة D قداش الـ order of reaction 4 مثلاً كان عندك 1 و 1 1 و 1 الـ order of reaction قداش 2 فأيو بحكي لك انه A زائد B زائد D الاخريه بدي يعطيك A حسب كم مادة بتتفاعل عندك يعني وحسب قداش الـ coefficient A B و الى آخرها و لا تقوم بحكي لك الـ coefficient طبعاً بحكي لك انه هذا الحكي لما احكي لك الـ order of reaction لما احكي عن order of reaction أنا بكون قصدي عن مادة او عن تفاعل elementary فقط اوكي بكون قصدي عن elementary reaction يعني عالسريع المادة كذا تفاعلت مع A مثلاً تفاعلت مع B اعطتني D direct بدون ما يكون في عندك intermediates وحنا حكينا شو عن intermediates او ممكن ما حكينا بس انا قلت لكم انه اللي هم الـ intermediates اللي هم التفاعلات الصغيرة اللي بتتم بين A و B تمام التفاعلات الصغيرة اللي احنا ما بنشوفها يعني كيف يعني يعني ممكن A قبل ما تتفاعل مع B ممكن تتفاعل مع اشي اسمه A A star اوكي وهي A زائد A star ممكن تعطيني مادة اسمها B وبعدين مثلاً بعدين B بدأت تتفاعل مع A عشان تعطيني مثلاً المادة D بس احنا هذا التفاعل كثير نقليجيبل يعني يمكن يهماله بالconcentrations لدرجة انه بدل ما نكتب المعادلات عشكل يعني مثلاً معادلة واحدة هي زي هيك اكتبها عشكل ثلاث معادلات خاص بكتبها A زائد B وانت بتعرف انها مثلاً المنترية اوكي طبعاًا بحكي لك حسب انت بتحكي عن المنترية والنون المنترية يعني ممكن انه مش شرط انها تكون بس انتجر يعني مش شرط انها تكون رقم صحيح يعني يعني اقول لك انه نص B مثلاً والله نص A تفاعلت مع B قدش الوردور وفرياكشن حكي انه نص زاد واحد بده تعطيني قدش واحد ونص معادة الوردور وفرياكشن واحد ونص تمام هاذه هو الوردور وفرياكشن يعني مش شرط يكون رقم عادي يعني انه واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة هذا صحيح اوكي بحكي لك الموليكولاريتي وحكينا ان الموليكولاريتي هي المواد اللي بتدخل بالتفاعل لازم تكون انتجر يعني مش معقول انه نص مادة تفوت معي بالتفاعل تفاهم كيف يعني لازم انه تكون انتجر لازم يكون عدد عادة صحيح يعني على كم مادة تفاعلت معي مثلا هنا A و B قدش الموليكولاريتي اثنين اوكي A زائد B زائد C طلعت لدي قدش عدد الموديل تفاعلت ثلاث اوكي فهنا ما يحكي لك في الريت اكسبشن لا تفاعل ايكواجين 4 مثل ايكواجين 3 لا يمكن ان تفاعل ايكواجين 3 مثلا في عندك زي ايكواجين 3 هون ايكواجين 3 لماذا؟ لانه الرياكشن احنا قلنا انه المادة بتكون معطيني ايها انت في معادلة واحدة انا بحكي نص زائد واحد بدعطيني واحد ونص خلص هي تلعت الرياكشن اذا كانت عندي مادة نون المنتري زي هاي هاي ليش نون المنتري لانها بتتم عن طريق اكثر من ستاب او اكثر من الرياكشن انا ما بكون عارف شو الانترميديات ما هو الشيء الذي يحدث بين التفاعل من أول ما بلش أو أول ما خلص فبالتالي لا أستطيع أن أكتب لك أن الرياكشن مثل هؤلاء لا أستطيع أن أحد يتفاعل مع أحد يساوي اثنان لا، هذا غلط، لأن هذه هي نان ألمنتاري معناته، الألمنتاري على السريع تطلع أوردر اوف راكشن أما نان ألمنتاري، صعب أن تطلع أوردر اوف راكشن الريد كونسانت كي والريد كونسانت كي الذي يغض الريد كونسانت كي سالب 1 وقوة 1 نقص N ون لما أخبرك N، يعني الرياكشن أوردر مثلا، في عندك مادة هنا مثلا، أخبرك فورا، فرست أوردر راكشن يعني مادة A، أعطتني بي كم الرياكشن؟ 1، حسب الكوائشن تمام؟ 1، أكيد، هاي هاي، هاي، شو اسمه؟ وحدة الكي تاعها بالرياكشن وحدة الكي بالرياكشن، وحدة الكي راح تكون شو؟ time قوة سالب 1، ضرب concentration 1 ناقص 1 فبالتالي، 1 ناقص 1، يعني concentration الصفر هاي كلها بتروح، فشو بصف عندك؟ time قوة سالب 1 هاي، هاي بالنسبة لليونت تاعت الرياكشن، اللي هي الكي طيب، طبعا، الرياكشن، الرياكشن الرياكشن، الرياكشن، are often represented by an equation showing both the molecularity and the rate constant يعني بالعادة، أنا مثلا، في عندي مادة 2A، مثلا، بدأت أعطيني to or، اوكي؟ بالعادة، أنا بيكون عندي rate constant given لأنه من كلمة constant، يعني لازم يكون معتكيها بتكون جداول وعلى آخره، والorder of reaction order of reaction، بدأ يكون ايه، الشو اسمه، اللي هو الكيوشن تاع المادة A يعني هنا، order of reaction قداش؟ 2، اوكي؟ ال-N بتساوي 2، وال-K بدأ يكون معتكيها طبعا، لكل مادة، كل مادة، في إلها في إلها K، اوكي؟ حسب المادة اللي انت بتعمل معها، يعني وحسب انت ال-N rate of reaction اللي انت بدأ تكتبه، مثلا، يعني بدي أكتب rate of disappearance of A rate of disappearance of A، لش disappearance؟ لأنه فيه minus rate of disappearance of A، بيساوي rate of appearance of R طبعا، لش كتبت إنه minus R A بتساوي R R ليش؟ لأنه، يعني انت لو بدأ تكتبها، كان هي إدت هيك، طبعا، R A على 2، بتساوي R R على 2، فبمع إنه هاي 2 مع 2، بدي تروح، أوكي؟ فبتالي بكتبها بعض الشكل، أوكي؟ rate of disappearance of A، بدي تساوي rate of appearance of R، بس، لما تكتب انت المعادلة تعتري rate of reaction، ما راح تروح تكتب المواد ايش؟ اللي، اللي طلعت معي، ال-products. أوكي، راح تروح تكتب لي بس، ال-K1، أوكي، تعالي التفاعل، ال-K1، اللي هي ال-constant rate constant، ضرب ال-concentration تعون المواد اللي اتفاعلت، كيف يعني؟ يعني هسا إحنا راح نأخذ مثال، مثلاً، خاي، if the rate is measured in terms of B، يعني مثلاً في عندك B زائد 2D، تعطينا 3T، أوكي، طيب، قدش ال-order of reaction؟ مبدئياً، لو أنها هاي elementary reaction، قدش ال-order of reaction؟ ال-order of reaction يسيط العزيز بساوي ثلاث، ليش؟ ليش؟ لأنه 1 زائد 2، اللي هم ال-coefficient بتساوي ثلاث، ما عدتها هاي... ال-order of reaction يسيط العزيز بساوي ثلاث، ما عدتها الموليكولاريتي؟ الموليكولاريتي بتساوي ثلاث، هاي الموليكولاريتي، هاي الموليكولاريتي، وهاي إيش؟ ال-order of reaction، ال-order of reaction، أوكي، طيب، ممتاز، حسن أنا لو بدي أكتب rate of disappearance of B، أو بدي أكتب rate of appearance of T، راح يختلف الموضوع، كيف يعني؟ لأنه كل واحدة، كل واحدة أنت بدك تكتبها، أوكي، راح يكون في إلها إشي بيختلف، كيف يعني؟ يعني ذي rate equation، لما أنا أجيب بدي أكتب rate of appearance of B، راح راح أكتب أكيد minus، حكينا لأنه disappearance، عفوا disappearance of B، راح راح أكتب minus لأنه disappearance or B، بروح بحكي له إنه هاي rate of reaction تاعت ال-B، بتساوي الكي بي، ليش؟ لأنه هاي ال- constant، ال- rate constant تاعت ال-B، بمعنة أنا بحكي عن ال-B، ال- C-B، ال- concentration of B، مرفوع على واحد، ضرب ال- concentration of D، مرفوع على اثنان، اللي هو ال- order of reaction، أوكي؟ تمام؟ طيب، لأنه أفضل بدي أروح بحكي عن D، اللي هو rate of disappearance of D، بروح بكتب minus R B، أوكي، minus R B، و... أه، عفواً، R D، rate of disappearance of D، أوكي، بتساوي، أكيد إلها K، إلها، أوكي، K D، تمام؟ ولو اجي بدي اكتب مثلاً باقي الـ Concentrations بكتب هين نفس الاشي معناته ايش بتلاحظ انه بيختلف؟ اللي بيختلف عندك هذا الحد وهذا الحد اما الباقيات الـ Concentrations بتظلها ثابتة عالي ما بتختلف حتى لما بدك تكتب أنت Rate of Appearance of T ما رح تروح تكتب الـ Concentration to only products كيف يعني؟ يعني مثلاً Rate of Appearance of T Rate of Appearance of T رح تساوي KT باقي الـ Concentration باقي الـ Concentration بظلها ثابتة يعني انت رح تروح تكتب الـ Concentrations تعون ايش؟ تعون المتفاعلات مش تعون ايش؟ اللي Product عالسريع بتكتب CB السواحد CD قوة اثنان اوكي؟ هيا Product اذا انا بحكي عن Product اول شيان رح تكون فيه موجب Lation and Appearance RT KT فيه اللي هو حكينا Rate constant ضرب CB اللي الـ Concentration تعون بي ضرب الـ Concentration تعون بي مرفوع على الـ Order تعون اوكي؟ طيب، شو او كيف يعني ايش العلاقة بين الـ Rates تعون ايش العلاقة بين ايش العلاقة بين ايش العلاقة بين Rates of Reaction تعون بي و دي و تي بحكاك انه Rates of Disappearance of B مقصوم على الـ Coefficient تعوه قداش الـ Coefficient تعوه واحد بساوي الـ Disappearance تع نص دي اوكي؟ ليش؟ لانه رات of Disappearance على الـ Coefficient بساوي Rates of Appearance على of T على الـ Coefficient لانك هيا مثلا مكتب بي زايد 2D بديت تعطي نص دي لكي تضيح الـ Coefficient 2 1 2 مقصوم على الـ Coefficient و 3 Rate of Disappearance of B ساوي منص نص نص لكي تضيح الـ Coefficient رات على الـ Coefficient رات على الـ Coefficient و هكذا و العلاقة اللي بتجمع العلاقة التي تجمع الـ كارت الـ constant ستكون بالموجب لأنه عندما أقول رئيس عن الـ يجب أن تأخذ معها ما اسمه؟ السالب ليس هو سالب فعلي السالب سيقول لك أنها المادة ظهرت عندي أو المادة اختفت عندي ظهرت عندي مثلاً او اختفت عندي فوقت بلها سالب ليس أنه سالب فعلي حسناً إذا كتب لك معادلة مثلاً مثلاً ورح كتب لك ما هي العلاقة بين الـ rates هي صحيحة ومثلاً نجب لك سؤال ما هي العلاقة بين الـ constant الـ rate constant ستكتب بهاي الطريقة ليس شرح يكتب لك مثلاً سالب كي بي غلط ليس سالب كي بي و ليس سالب نصف كي بي هذول بس نحكيها بالـ rate of reaction طيب مثلاً أنا بحكي لك A non-elementary reaction is one whose stoichiometry does not match its kinetics كيف يعني؟ فهنا في عناك stoichiometry نتو زائل ثري هذا التفاعل اللي حكيت لكم عنه تعامنة أمونيا ستلاحظ أن حادث ستساوي K1 الـ concentration ستاون الـ H2 على الـ NH3 ستقرم يشفر كمبيع كمبليكس وصعبة اوكي ميش اللي احنا تعودنا على طبعاً هذا النقاط ي OMG showed that we must try to develop a multi-step reaction model to explain mechanics يعني هذه العملية ما بيتميك Direct N2-3H2 بتعطينا 2NH3 لأ يعني هذه المعادلة يعني ممكننا عبار عن Series of Steps يعني معادلة معدلتين ثلاث عشان تعطينا هاي المعادلة بل سننمنهم من الحكينا الأجزاء التي تكون بالنص لذا بى كتبهها بأعاشك المعادلة أكيد كيف يعني؟ كيف يعني؟ زئد بي 2 أل طانية 2 هاي النان ألمترية حسنا أنت لا تريد تسألني كيف عرفت نان ألمترية لأنها نان ألمترية إليها وحسنا كيف أتدعي؟ الطريقة الأولى أنك تعرف أن المعادلة نان ألمترية إليها إذا قال أن العегام لا يساوي مجموع يعني مثلاً A2 زائد B2 أعطاني 2AB ويجا قلت لك ولا الوردر أوف راكشن بساوي مثلاً ثلاث هيا أنا عرفت أنها إيش؟ نانهل المنتري ليش؟ لأنه أنا لو انهل المنتري معناته كان واحد زائد واحد بعطيني اثنين فبطلع عندي هذا شماله غلط أوكي هذا بطلع عندي غلط معناته أنه معناته يعني يقصد أنه ما ما بساوي الوردر معناته أنا لما أجي أحكي لك مثلاً أعطيك سؤال وأقول لك أنه الوردر أوف راكشن بساوي ثلاث مش اثنين أنت بتعرف أن هناك الوردر أوف راكشن معناته فيه شغلات بتصير بالنص أنا مش شايفها بس أنه تم إختصارها على هذا الشكل إذا هيا مثلاً في عندك A2 زائد B2 بتعطيني 2AB تمام؟ ويماي بوستولات يعني نفترض أنه سيريس اف ألمنتري ستابس تأكس بكينيتكس أو شو صار بالنص يعني زي ما أنت شايف الـ A2 تمام؟ اتفاعلت أعطتني 2A ستار طبعاً A ستار يعني ممكن يكون أي إشي تكون من المتفاعل A أيضاً A2 يعني تمام وهو مش كاتب لك إياه A ستار يعني ممكن أي إشي تصار هذا الـ A ستار تم تفاعله مع الـ B2 تمام؟ أعطاني AB زائد B ستار فشايف يعني هاي كلاياتها تم اختصارها على هذا الشكل تم اختصارها بهذه المعادلة تمام؟ فأنا ليش أروح أكتب هاي المعادلات بما أني بقدر أختصرها على هذا الشكل اللي أنت بتلاحظه اللي أنت بتلاحظه أنه هذول بنسميه Intermediates الشغلات اللي بتتكون عندي جوة التفاعل اللي أنا بالنهاية ما بروح بكتبها بالمعادلة النهائية هذول بنسميه Intermediates يعني الشغلات بتصير بالنص بس أنه بتكون بحيث أنه أنا ما في داعي أروح أكتبها بالمعادلة يعني تعدي حكينا الـ A2 وعطتني 2A أستريكس تمام؟ اللي A أستريكس أعطتني B زائد تفاعلت مع B2 اللي موجود عندي أصلا بالتفاعل أعطتني AB زائد B ستار والـ A ستار اللي ظل عندي منه بالتفاعل تفاعل مع B ستار أعطني AB أكي أكي يعني أستريكس هذا النجمة بحكي لي عن الشغلات اللي أنا يعني أنت ما لاحظتها يعني صارت بشكل سريع تمام؟ سريع بحيث أنه أنا بقدر أعتبر هنق الجبل تمام؟ هسا في عندك types of intermediates يعني في عندك أنواع من الشغلات اللي بتصير جوا تفاعلات اللي أنا بقدر أعتبرها إيش؟ وما بكتبها جوا التفاعل تاعي مثلا في عندك free radicals في عندك ions and polar substances في عندك الموليكيول في عندك الترانزيشن كوملكس في عندك non chain reactions will chain reactions رح نحكي عنه إن شاء الله بفيديو ثاني عشان دروح أصال بسرعة الضربة الجامعة ويعطيكم العافية إن شاء الله بنكمل المرة الجاي ترجمة نانسي قنقر